رحبا حضرتكم مرة أخرى النهاردة ستنطلق القمة العربية في دورتها الـ 32 في جدة تحت عنوان قمة التجديد والتغيير بمشاركة سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي بتأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم العلاقات مع الدول العربية واستمرارا لدور مصر في تعزيز العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة ده يجمعنا يمكن قمة جدة هي قمة من القمم الهامة في هذا التوقيت تحديدا لعدد من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية لأنها قمة بتستهدف التشاور بتستهدف أيضا التنصيق ما بين الدول العربية الشقيقة وتعزيز المصالح العربية خاصة في ظل المتغيرات المتلحقة والأزمات المتصعدة يمكن على رأس هذه الأزمات الأزمة العربية الأزمة الاقتصادية العربية وغيرها من أزمات كدول الجوار خلونا نعرف تفاصيل أكتر لعدد من الملفات المطروحة على طاولة النقاش في هذه القمة من ضفنا العزيز اللي منورنا في الستوديو سباح الخير يا مصر سعادة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق سباح الخير يا سألسف في البداية هذه القمة هي تحت عنوان التغيير والتجديد قمة استثنائية بكل المقيس رجوع سوريا مرة أخرى بعد غياب 12 سنة رئيس بشار الأسد بيعود ويترقص وفد السوري في هذه القمة حب أعرف من حضرتك تحت هذا العنوان ما الجديد وما المتغير في هذه القمة عندما نتحدث عن القمة العربية الدورية في جدة اليوم يجب أن نعود إلى الوراء قليلا إلى نوفمبر الماضي عندما استضافت الجزائر القمة العربية الدورية السابقة بعد انقطاع ثلاث سنوات كان آخر قمة عربية قبل قمة الجزائر في نوفمبر الماضي كانت في عام 2019 فقمة جدة هي بتأتي في سياق ما تم الاتفاق عليه في قمة الجزائر في قمة الجزائر كان مفروض موضوع حودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية في جامعة الدول العربية يطرح لاتخاذ قرار بشأنه لكن في إطار اتصالات تمت بين الحكومة الجزائرية وبين الحكومة السورية ومع حكومات عربية أخرى تم الاتفاق على تأجيل البت في هذا القرار من نوفمبر الماضي حتى أبريل ومايو الجاري حصرت التطورات إيجابية في هذا السياق السعودية المملكة العربية السعودية قررت إعادة فتح سفرتها في دمشق وبالمثل الحكومة السورية قررت إعادة فتح سفرتها في المملكة العربية السعودية وده كان تطور كبير جدا في المشهد الشرق أوسطي كما استضافت بعد الزيارة التي قام بها وزير خارجية السعودية لدمشق ولقاءه مع الرئيس السوري بشار الأسد استضافت مدينة جدة اجتماع وزاري تشاوري مصر كانت مشاركة فيه وكان ده بقى نقطة الانطلاق على أرض الواقع لعودة سوريا ثم أعقب ذلك اجتماع مماثل اجتماع وزاري تشاوري في عمان الأردن شاركت في مصر أيضا وصدر ما يعرف باسم إعلان عمان اللي حدد فيه موقف الدول العربية من عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية ثم عقدت في سبع مايو الجاري الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب واللي اتخذ فيه قرار بعودة سوريا اعتبارا من سبع مايو لجامعة الدول العربية في هذا الاعلان الذي صدر عن هذا الاجتماع كان فيه بأحارتك انتهاج سياسة خطوة مقابل خطوة كان فيه تم تشكيل لجنة متابعة وزارية من المملكة العربية السعودية من مصر من لبنان من الأمانة العامة الأمين العام لجامعة الدول العربية سيتبعوا مع الحكومة السورية خطوات التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يكون منسجما مع قرار مجلس الأمن 2254 الذي صدر في ديسمبر 2015 وبيمثل خريط الطريق لانتقال سوريا إلى حكم ديمقراطي مدني فأتصور أن هذه قمة قمة جدة اليوم هي التاريخ هيذكر أن هي سوريا أول قمة سوريا تشارك فيها بعد 12 سنة من غياب عن العمل العربي المشترك هذه قمة أيضا بتنعقد في إطار تطورات على إقليمية مشجعة ولعل أهمها هو استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران القطيعة السعودية الإيرانية كانت سببا أو أحد أسباب التوتر في منطقة الشرق الأوسط من الشمال للحدود السورية التركية حتى جنوب البحر الأحمر عند باب المندب في اليمن لكن طبعا دي خطوة كبيرة للأمام لصالح المنطقة لصالح شعوب المنطقة ودي من ضمن دي لماذا بقى هو دي حردك القمة بتنعقد قمة جدة بتنعقد في هذا الإطار الإقليمي اللي بيدعو إلى تفاؤل حذر أنه هذا عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية اتفاق سوريا مع الدول العربية على تشكيل لجنة المتابعة بالنسبة للحل السياسي في سوريا الدور الصيني الدور الدبلوماسي الصيني والذي مكن أو الذي ساهم في استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران كما تبعت حضرتك الوساطة الصينية واستضافتها في بكين في مارس الماضي وفدين سعودية وإيران دي كلها حارتك القمة بتنعقد في هذا الإطار وفي شبه إجماع أن هذه القمة هتكون قمة تحولات كبرى في طريقة التعاطي العربي مع الأزمات العربية نعم ساعة السفير بنتكلم على دورة هي الـ 32 ويمكن هذه الدورة هي محط أنظار دول العالم أجمع مش هتكلم على الدول العربية فقط علشان خاطر المتغيرات الجديدة الطريقة اللي موجودة على هذه النسخة تحديدا أو هذه الدورة من دورات جامعة الدول العربية الاجتماعات الدورية ليها اللي أهمها ما حضرتك أشارت لي لكن هذه القمة في الأساس ربما أهم الملفات المطروحة على طولة النقاش نتحدث عن ملفات سياسية وأيضا ملفات اقتصادية إذا تحدثنا عن الملف الاقتصادي كونه هو ما يؤرق دول العالم أجمع وفي القلب منها الدول العربية كيف سوف تتعامل هذه القمة مع ملف الأزمة الاقتصادية يعني هي صدفة في التواريخ أنه اليوم بتنعقد القمة العربية الدورية في جدة في نفس الوقت اللي بتنعقد فيه في مدينة هيروشيما اليابانية قمة مجموعة السبعة طبعا كما تتوقعون ونتوقع جميعا أن جزء من أعمال قمة السبعة يكون مخصص للتعامل مع الحرب في أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا لكن فيه جزء آخر اقتصادي وهنا ده بقى اللي بيربط حضرتك بين السؤال الهامل اللي حضرتك أشرته وبين الأوضاع الاقتصادية العالمية المشاكل الاقتصادية أو التحديات الاقتصادية أمام العالم العربي ممكن نلخصها في الآتي الأمن الغذائي التغيرات المناخية وارتباط التغيرات المناخية بالجفاف ندرة المياه التحدي الآخر هو إعادة الإعمار إعادة الإسيناريو إعادة الإعمار في الدول العربية التي تضررت من الخريف العربي بين مزدوجتين خلال العقد الماضي أو أكثر ما هو دور الدول العربية الحكومات العربية في مشاريع عادة التعمير في سوريا في لبنان في اليمن في ليبيا وده يبقى فيه تنافس عالمي شديد جداً على المشاركة في عمليات إعادة التعمير يعني إذا خذنا سوريا كمثال العام الماضي كانوا يقدرون أن تكاليف إعادة الإعمار قد تتجاوز 400 مليار دولار فدي حضرتك يعني الشركات الأمريكانية والشركات الغربية حيبقى مساهمين تريد أن يكون لها نصيباً فيه هنا بقى مين اللي هيمول السؤال الآخر مين اللي هيمول إعادة التعمير ليس فقط في سوريا وإنما في الدول اللي احنا ذكرناها الموضوع الآخر بقى أزمة الديون الخارجية أزمة الديون الخارجية إذا أخذنا في الاعتبار التدعيات السلبية لرفع أسعار الفايدة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتحاد الأوروبي وتأثير ذلك على الديون الخارجية أو عبء الديون الخارجية على بعد الدول العربية ده موضوع أعتقد من الموضوعات الاقتصادية اللي هتؤخذ في الاعتبار فلكن يعني طبعا الحرب الأوكرانية أثرت بدرجات متفاوتة على العالم العربي في جزء في جزء من العالم العربي هذه الحرب كان لها فوايد إيجابية كان لها تدعيات إيجابية وفي جزء آخر من العالم العربي تأثر بالسلب النهاردة الأمام أمام القمة الاستفادة هي استفادة نفطية في المقام الاستفادة هي استفادة نفطية في المقام يعني بدون شك حضرتك يعني الارتفاع أسعار البترول بسبب طبعا تدعيات أحد تدعيات الحرب في أوكرانيا فالنهاردة القرار العربي أو صنع القرار العربي أمامه يعني لن أقول معضلة لكن أمامه مسألة مسألة هامة جدا كيف يمكن توظيف بعد الفوائد في هذا الجزء من العالم العربي الاستفاد بدون قصد طبعا من الحرب في أوكرانيا كيف يمكن استثمار ذلك وفقا لشروط يتفق عليها بين الأطراف المعنية كيف يمكن أن يساعد ذلك الجزء الآخر اللي تضرر بشكل كبير جدا جدا من الحرب في أوكرانيا لكن في إطار التفاؤل الحذر حول مخرجات قمة جدا يوم أعتقد ممكن نتوقع تناول أو تعاطي إيجابي مع التحديات الاقتصادية سعيد السفير في دوق إيجابة حضرتك على هذا السؤال بدون شك الملف الاقتصادي يرتبط ارتباط وثيق بالملف الأمني في الدول العربية لو نظرنا على الأجندة أو الملفات المطروحة في هذه القمة هي بتواجه تحديات كثيرة جدا في المنطقة العربية تغيرات جيوسياسية وأيضا يمكننا نتكلم عن المشكلات أو الأزمات اللي بتواجه الدول العربية لما نتكلم الأزمة الأخيرة في السودان ليبيا حتى الأزمة الاقتصادية في لبنان والعديد من الدول العربية الأخرى ونتكلم عن هذه المتغيرات يا فندم وهذا الوضع في الدول العربية أيضا حتى عودة سوريا وسط عقوبات أمريكية مفروضة على النظام السوري ماذا يتعين على قضة الدول العربية؟ خلينا نهم خطوات أو قرارات أن يشملوها بعين الرعاية أو أن تكون مسلط الضوء عليها في هذه القمة يعني أنا أتصور حضرتك أن الحكومات العربية والقادة العرب أخذوا ذلك في الاعتبار أما حضرتك ترجعي للإعلان الذي صدر أو القرار الذي صدر عن الدورة الطريقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة تحت رئاسة مصر بالنسبة لعودة سوريا هتجد يا حضرتك أن العالم العربي أو القادة العرب الدول العربية مدركة يعني مدركة للنقطة الوجيهة اللي حضرتك أصرتها بحيث أن هتجد يا حضرتك في توازن في المعالجة العربية للعودة سوريا لشغل المقاعدة في الجامعة الدول العربية اللي هي حضرتك أنه بتتم هذه العودة بتتم في إطار نهج خطوة مقابل خطوة في إطار تشكيل لجنة متابعة وزارية لجنة متابعة وزارية للحل السياسي في سوريا وأن هذا الحل السياسي ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254 في ديسمبر 2015 فوضح حضرتك أن هذا التوازن يعني بمعنى آخر أن في الوقت اللي العالم العربي في قرار صائب وقرار حقيقي جاء في وقته وإن كان البعض يعتقد أنه وجاء متأخرا أو من الأساس لم يكن ينبغي اتخاذه في 2011 لكن ده موضوع آخر وبقى تاريخ الوقت حضرتك أنه الحكومة السورية عليها مسؤوليات النهاردة في هذا السياق نحن ننتظر كلمة الرئيس بشار الأسد لكي نحاول أن نرى أي إشارة فيها للتعاطي السوري مع قرار عودة سوريا أو قرار الجامعة العربية بعودة سوريا وأعتقد أنه برضو بعيدا بقى حضرتك عن الخط المتشدد لحد ما للولايات المتحدة الأمريكية اتخذته بالنسبة لعودة سوريا هناك تقارير أن هناك مفاوضات بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية لكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت في أحد ردود الفعل الرسمية على قرار الجامعة بعودة سوريا إلى الجامعة الدول العربية قالت أن الدول العربية ترى أن هذا هو النهج الذي سيؤدي إلى الحل النهائي وأن الولايات المتحدة الأمريكية متفقة مع الدول العربية على الحل النهائي الذي هو الحل النهائي الذي هو تنفيذ ما ورده في قرار مجلس الأمن 2254 أعتقد حضرتك أن النقطة وأنا أتفق مع حضرتك تماما أن هي يجب أن تكون محل رزد هو كيفية التعامل مع التحفز الأمريكي يعني من قيمة 6 أشهر كان في معارضة أمريكية تم لعودة سوريا لكن هذه المعارضة انقلبت من معارضة تم إلى تحفز صحيح فهنا بقى الدول العربية إزاي تتعامل مع هذا التحفز بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر أو تدرك أو تقرر أن هي حتستفيد أيضا من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وده طبعا دوة حضرتك بقى ده بيتوقف على الأمانة العامة لجامعات الدول العربية بيتوقف حضرتك على العواصم العربية التي لها علاقات مميزة مع واشنطن ساعة السفير يعني دفع آليات العمل المشترك وتعزيز بصالح الدول العربية ووحدة الصف هي طرق دائما ما تسير فيها الدبلوماسية المصرية وربما ما يبرهن ذلك حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور القمم العربية والتوجه نحو هذا المصار دائما في حلول كافة القضايا العربية كيف ترى مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الدورة الدورة الـ 32 لاجتماع جامعة الدول العربية كما تعلمون مصر من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية ومصر كانت أول دولة عربية تستضيف قمة عربية في إنشاص في عام 1146 أي بعد عام من الإعلان عن إنشاء الجامعة العربية ثم في تاريخ القمم العربية مصر استضافت قمم محورية قمم مصرية قمم مركزية في العمل العربي المشترك من ضمنها كما قمة الأسكندرية في عام 64 وقمة الأسكندرية في عام 65 ثم حارتك قمة سبتمبر 1970 لحق ندماء الشعبين الأردني والفلسطيني ثم قمة أغسطس 1990 قمة عربية طريقة في أغسطس 1990 للتعامل مع الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990 فمصر الدور المصري في الجامعة العربية في العمل العربي المشترك مصر شاركت في كافة القمم العربية باستثناء الفترة التي تقع ما بين 1979 حتى 1988 فمصر الدائرة العربية هي أهم وأخطر دائرة من دوائر السياسة الخارجية المصرية الفضاء الاستراتيجي المصري الفضاء الاستراتيجي المصري إذا جاز لي أستخدم هذا التعبير هو بيقع في المنطقة العربية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وبالتالي مشاركة مصر في القمة 32 بتأتي في سياق تاريخي بتأتي في إطار استراتيجي سابت للسياسة الخارجية المصرية بالنسبة للشؤون العربية طبعا إحنا أحب هنا أشير إلى القضية الفلسطينية لأنه كل القمم العربية حتى قمة إنشاص في عام 1946 وبدون استثناء كانت القضية الفلسطينية كانت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية القضية الأولى التي يتم التركيز عليها طبعا من قمة إنشاص في عام 1946 حتى قمة جدة في عام 2023 القضية الفلسطينية مرت بمراحل عديدة بتطورات عديدة منها الإيجابي ومنها غير الإيجابي وفي عجالة يتزامن أن أقاد قمة العربية في جدة اليوم بما حك تبعته أمس ما سمي بمسيرة الأعلام في القدس فطبعا حضرتك أنا يعني مصر دائما بتشارك في القمة العربية ومصر تمثل أحد القوى العربية الرئيسية اللي دائما بتحرس بالتشاور والتنصيق مع الدول العربية على الحفاظ على الأمن القومي العربي وفي هذا الإطار القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية تتعلق بالأمن القومي المصري يعني عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية من القاهرة نحن نتحدث من جانب عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ممثلة في حال الدولتين دولة فلسطين إن شاء الله في المستقبل القريب وإسرائيل ثم ودي نقطة يجب دائما تكون محل نظرنا إن لا القضية الفلسطينية دي قضية بتمس الأمن القومي المصري والمصالح المصرية بطريقة مباشرة بكل تأكيد يا فندم خاصة زي ما حضراك ذكرت نقطة أو عنصر التوقيت هام جدا في ظل التصعيد مؤخرا التصعيد الذي حدث في غزة وإيضا فكرة التوصل الاتفاق حول وقف إطلاق النار أيضا برعاية مصرية هي نقطة مهمة جدا التوقيت حتى ما يحدث في السودان هي أيضا دول جوار لمصر فنحن فيه ظرف عالمي أعتقد دقيق فيما يتعلق تحديدا بالمنطقة العربية بشكر حضراك جزيلا الشكر طبعا سعادة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق دي منطيف عزيز علينا في صباح الخير شكرا نفان شكرا شكرا نفان مشاهدين أدراءاتي أنسيب حضراتكم لفاصل سريع لكن فقرات صباح الخير يا مصر لسا متواصلة مع حضراتكم حتى العاشرة صباحا انتظروها